هتكلم في المحاضر ايه عن موضوع الانترابتس هتكلم اول حاجة انترابتس نفسها معناها والاستعمالات بتاعتها هتكلم عن الانترابت ارجانيزيشن بتاع الانترابتس اللي موجود عندنا في الديفايس بتاعتنا الـ 851 هتكلم على الـ summary of الانترابتس اللي هي available في الـ mic controller بتاعنا هتكلم على الـ enabling وdisabling الـ interrupts, interrupt priority, interrupt pending flags وإننتهي خالص بأن احنا بس مجرد هنعمل listing للـ interrupts special function registers اللي involved في الـ operations battle interrupts. اول حاجة الـ interrupt is the occurrence of a condition that causes a temporary suspension of a program while the condition is serviced by another sub-program. يعني باسيكلي احنا بنـ interrupt البرنامج الاصلي اللي شغال عندنا. والـ interruption ده بيكوز sub-program او sub-routine مخصوص بتاع الـ interrupt. ان هو يتنفذ وبعد كده البرنامج يرجع تاني للمكان اللي كان موجود فيه. فطبعا الميزة بتاعت الـ interrupts انها بتـ allow a system to respond asynchronously to an event. asynchronously يعني ما هواش في مكان نقدر نقول عليه ان هو designated ان هو يرد على الـ interrupt دوت. يعني الـ interrupt ده ممكن يجي في اي وقت في اثناء الـ operation بتاع البرنامج. وباسيكلي ممكن هو يريسبوند للـ interrupt دوت في الوقت اللي هو بيجي فيه regardless هو فين. من الكلمة على حاجة زي كده طبعا ان احنا ممكن يكون في عندنا بعض الـ events اللي بتكون مهمة. لازم اول لما تيجي تبقى serviced على طول او تبقى dealt with على طول اول لما تيجي ما استناش لغاية لما خلص جزء من البرنامج وبعد كده بتدي انتبه لها. لا دي بتيجي في اي وقت ووقت ما بتيجي تبقى serviced immediately once and ايجت. فالـ interrupt driven system gives the illusion of doing many things simultaneously. يعني بيبقى كني في عندي كذا حاجة شغالية في نفس الوقت. نتيجة ان الحاجات بتبقى في بناء ومن بعضيها كده حاجة زي ميرجين كده او حاجة زي بايبلاينين كده الحاجات بتبقى شغالة يعني يعني كلها concurrently مع بعض. البرنامج اللي هو بيدير with an interrupt is called interrupt service routine ISR or interrupt handler. ممكن نوري مثال بسيط على الاستعمال بتاع الانترابت. نحن عندنا هنا في المسال اللي احنا بنتكلم عليه هنا ده. في عندنا هنا الودسل. اول لما توصل لليبل معين مفروض نحن نرسبوند ببرنامج معين. فباسيكلي بيبقى في عندي alarm threshold كده موجود عندي. الالارم threshold ده اول لما يوصل لليبل معين هو بيانترابت السي بيو عشان يعمل function معينة. ودي حاجة طبعا common في حاجات كتيرة. ممكن نعتبر مثلا حاجة زي يعني بعض الحاجات اللي احنا بنشوفها مثلا زي الكي بورد او زي مثلا الماوس او الحاجات دي كلها. بتبقى برضو شغالة كده لان البرنامج بتاع الPC بتاعنا صعب ان هو يقعد كل شوية بص نشوف ازا كان الماوس تحرك ولا لأ. بيبقى اسهل كتير او لما الماوس يتحرك يدي انترابت للسي بيو عشان تهاندل الموشن بتاع الماوس او برضو ربما كي بورد مثلا ما يكون فيه key pressed بيبقى برضو نفس الكلام ممكن بفيه عندي انترابت منه عشان سي بيو هاندل الكي دوت وقت ما ييجي. طبعا هنا المسال ده ممكن يبقى يعني مثال عملي مثلا ان هو برضو السي بيو عنده برنامج بيعمله او عنده شغل بيعمله ولما يكون فيه هنا كونديشن بيستحق ان هو يبتدي يهاندل الكونديشن دوت يبتدي بفيه انترابت ويخليه يعمل هاندين للانترابت اللي حصل دوت. فباسيكلي الانترابت سيربس روتين بتاعنا بيكسكيوت ان رسپونس اتو ان انترابت جنرالي بيرفومز او 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 ديفايس. عادثا بيبقى الانترابت ده جايلي من ديفايس خارجية او ممكن يكون من بريفرال موجودة جوه المايكو كنترولر وباسيكلي ان هو جاي هو بينفز برنامج خاصة بالبريفرال ده خاصة بالانبت او ديفايس اللي انا كنت عامل معه انترفيسي وعملت الانترابت. لما الانترابت بيحصل الانترابت بيحصل البرنامج بيتوقف عن التنفيذ في مكانه ويبتدى من بعد كده بيعمل برانشي ان هو ينفز انترابت سيربس روتين او او اك انه بينادي فونكشن كده اللي بتاع تنترابت سيربس روتين عشان تتنفز. باسيكلي اسر ده بيكسكيوت يعني بيتنفز وبرفوم the desired operation and terminates with the return from interrupt. return from interrupt دي حاجة زي return العادية بتاعت الفنكشن لو انا كنت برجع من فنكشن عادية في عندي فنكشن اسمها return ret بس. لما reti دي معنى انا بيترن from interrupt معنى انا برجع للمكان اللي انا كنت فيه بالزبط في النورمال اكسكيوشن وباسيكلي ببتدي انفز من مكان اللي انا وقفت عنده في المين بروغرام بتاعي. فده طبعا بيبقى فيه فرق شوية عن ال return العادية لان ال return العادية بتبقى basically call بتاعه فنكشن فبتبقى طريقة ال calling بتاعها وطريقة return منها مختلفة شوية عن ال interrupt service routine. لو حبينا نشوف ال execution flow بتاع ال interrupt بيحصل ازاي? basically الحاجة العادية اللي بتحصل عندي لما بيحصل reset بيبتدي نفز المين كود بتاعي one step at a time يعني بتدي نفز الكود بتاعي كده once انه حصل هنا مسلا interrupt زي timer overflow interrupt بيبتدي يعمل branching كده علشان يبتدي ينفز في الاخر interrupt service routine بتاعي. basically هو basic بيعمل اول حاجة بيبوش البرامة الاساسية بتاعته يحطها في الاستاك الاستاك بيحط فيه program counter بيحط فيه registers بتاعتي ويبتدي بعد كده ينفز interrupt service routine بتاعي. once انه هو نفز interrupt service routine يبتدي تاني pop register values يبتدي بقى طبعا زي ما احنا عملنا هنا pushing بنعمل popping هنا بالعكس. عشان هو اخر حاجة حطناها هي اول حاجة بناخدها. فبن pop register. بن pop program counter. once ان احنا عملنا كده يعني بيبقى هنا return from interrupt هو اللي بيرجعنا ان احنا ن pop program counter علشان نرجع ننفز تاني الخطوة اللي جاية فيه البرنامج الاصل اللي انا كنت ماشي فيه. فباسيكلي انا هنا دلوقتي كنت في المين كود بتاعي بقى execute. once انه حصل ان انا عملت interrupt بروح هنا لحاجة اسمها interrupt vector. في حاجة اسمها interrupt vector دوت هو اللي بيقول لي مكان الانترابت سيرفز روتين فين. فبروح منه على انترابت سيرفز روتين بنفزه. وبعد كده بباخره return from interrupt. return from interrupt دي هي اللي بيترجعني تاني للمكان اللي انا كنت فيه في المين كود. بان انا ارجع program counter اللي قيمته اللي كان شغال بيها. فبالتالي برجع execute تاني برنامج الاصلي بتاعي. لو انتكلم عال interrupt organization موجود عندنا في ال C851F020 عندنا في 22 interrupt sources including 4 external interrupts. حاجة اسمها slash interrupt zero, slash interrupt one, interrupt six, interrupt seven. في عندنا five timer interrupts, timer zero through timer four, overflow. في عندنا two serial port interrupts اللي هي UART zero و UART one. دي اللي بتجنى لما يكون فيه received word من ال serial communication اللي هو من UART. ف each interrupt source has one or more associated interrupt pending flags located in an SFR. يعني كل واحد فيهم. زي ما احنا شفنا كده في timers المحاضرة اللي فاتت. كان فيه عندنا TF0 كان بتجنرات ال interrupt بتاع timer zero interrupt. و TF1 كان بتجنرات timer one interrupt وهكذا. فباسيكلي دي ال interrupt pending flags. دي ال interrupt اللي هي باسيكلي لما بيكون ده بواحد بيبتدي generate interrupt. او ممكن لو انا مش بجنرات interrupt لو انا مش عامل enable interrupts انا ممكن اتشيك على الفلاج ده. وعرف اذا كان ال interrupt ده موجود ولا مش موجود. when a peripheral or external source meets a valid interrupt condition the associated interrupt bending flag is set to one. يعني لما كنا بنتكلم على interrupt اللي هو بتاع overflow بتاع timers. لما بيحصل overflow TF0 بيساوي واحد. فمعنى كده لما بيميت ال interrupt condition بتاعي بيبقى set to one. و once انه هو بقى يعني بقى بواحد. ال interrupt flags عمتا بتبقى level sensitive. لو هو بقى واحد. regardless بقى هو واحد ازاي او جام نين. هو في الاخر بيبقى basically يعني بيبقى عارف ان هو كده فيه interrupt. اوكي. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا ان احنا ال interrupt اللي هو بواحد دوت اللي هو ال interrupt flag اللي احنا بيكلم عليه هنا دوت. لما يكون موجود بواحد. هو بيتريجر ال interrupt. فمفروض ان انا once ان انا عملت يعني لو انا مثلا لقيت ان فيه عندي interrupt معين. وروحت عملتلو service. مفروض اول حاجة اعملها في service routine بتاع ال interrupt ان انا clear لان انا لو رجعت تاني لو رجعت البرنامج بتاعي خلص ال interrupt service routine ورجعت تاني عشان execute. ولقى ال interrupt pending flag لسه بواحد هيفتكر ان فيه interrupt جديد جيه ويروح يعمل execution تاني ال interrupt service routine. فمفروض اول حاجة اعملها في ال interrupt service routine ان انا اكلير ال interrupt pending flag عشان ابتدي بعد كده لما ارجع الاقي ان ال interrupt ده وقت يبقى واضح ان هو service مرجعتش تاني اعمل interrupt service routine بتاعي. والا البرنامج بتاعي كده ممكن ان هو get in an infinite loop ان هو طول الوقت بينادي ال interrupt service routine من غير ما يكون اصلا فيه interrupt جديد جيه. فطبعا ال interrupt كلها بتبقى disabled after the system reset and enabled individually by software. يعني ال interrupt by default يعني لما بتدي في الاول خالص ال reset value بتاعتها ان كلها disabled. فعشان ا enable واحد من ال interrupt لازم اعمل كده by software. لازم ال software اللي يعمل كده. يعني مفيش عندنا حاجة بتبقى disabled. يعني يعني مفيش حاجة عندنا بتبقى enabled by default. لا كله بيبقى disabled. معادة طبعا ال reset interrupt. فده طبعا لازم ناخد بنا منه علشان لازم 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 نشغل البرنامج بتاعنا في interrupt mode لازم نعمل enabling الكلام ده بنفس هنا. ده summary لل interrupts اللي موجودة عندنا في ال CAT51F020. هنلاقي ان كل واحد فيهم بيبقى لو interrupt source يعني سواء هنا reset, external interrupt zero, timer zero overflow وكزا. بيبقى لو حاجة اسمها interrupt vector. interrupt vector ده بيشاور على المكان بتاع ال interrupt service routine بتاعي فين. دلوقتي البرنامج لما يحصل له interrupt بتاعه. interrupt مثلا timer zero overflow مثلا هو عايز يعرف ال interrupt service routine ده فين. فاكشولي بيبقى فيه محجوز لكل واحد من interrupts في عائتنا دي. بنتكلم هنا مثلا حوالي 3 bytes بحيث نقدر نحط فيهم ال address بتاعنا بتاع interrupt service routine بتاعنا موجود فين. فهو بيسيكلي بيروح لما يحصل interrupt مثلا timer zero overflow. بيروح لل address دوت. ومنه يبتدي يبرانش ال address بتاع الايه بتاع ال interrupt service routine اللي انا مفروض اشتغل عنده. فمفروض ان انا عند ال location دوت. بحط في البرنامج بتاعي حاجة زي jump instruction مثلا. زي ما شفناه في ال assembly. يبقى عنده ال address اللي بي jump لي هو ال address بتاع ال starting location بتاع interrupt service routine بتاع timer zero. وهنا برضو حط ال interrupt service routine بتاع external interrupt one. وهكذا كل واحد من دول بحطه اصاده ال interrupt service routine اللي انا بجمب ليه لما بيحصل ال interrupt دوت. في عندنا حاجة اسمها priority order. اوكي. ال priority order ده معناها ان انا لو جالي اتنين من دول في نفس الوقت. انا واحد فيهم هيتنفذ قبل مين. طبعا نخلي بالنا ان انا لما يجيلي مثلا timer zero overflow مع timer one overflow. اللي اتنين دول لو جالهم في نفس الوقت ال priority بتاع timer zero اعلى. كل ما كان الرقم ده اصغر كل ما كان ال priority اعلى. فمعنا كده ده هيتنفذ الاول. طب اوكي بعد ما يخلص ال interrupt service routine بتاع timer zero هيعمل ايه؟ هيرجع يلاقي timer one overflow pending flag لسه شغال او لسه بواحد. فمعنا كده هيقوم مع رايحة وطول عامل interrupt service routine بتاع timer one بعد ما يكون عامل timer zero. ففعليا لما يكون عندي كذا واحد بيحصله في نفس الوقت بامشي في ال execution بتاعهم in the order of their priority. طبعا ال reset مالوش ما اعتبرش ان له priority الحقيقة. لان هو basically ده حاجة مفروض ان ايه ده هاردوير. او لما بيحصل reset. reset ده معناه ان انا ممكن اخلي ال power تنزل down وطلعها تاني up. فمعنى كده ان هو بالتأكيد لما هشغل الكود بتاعي من الاول خاص هيبتدي من الاول خاص ينفذ من ادرس zero. فباسيكلي ده بيحصل كهاردوير وما يقدرش ان انا عمله disabling خالف. فده always enabled والوز the highest. لو حصل ده في اي وقت ما فيش اي interrupt تاني له priority عليه. فعندنا بقى بنفس الشكل كده كل واحد برضو له pending flag اللي احنا شفناه عندنا. مثلا هنا tf0 ده بتاع timer zero tf1 بتاع timer one وهكذا. في عندنا enable flag ده هنشوفه بعد شوية. ده موجود في واحد من registrers ال sfrs بتاعت ال interrupts وعندنا priority control برضو هنتكلم عليها بعد شوية. اللي هي بقدر اتحكم انا فيها بقى. يعني فيه priority بتبقى set بالشكل ده كده. لهم within priority الوحدة. priority control دي ممكن اقسات كل واحدة من ال interrupts دي ناتبها high priority أو low priority. within نفس priority level ببص على priority order ده. انما لو في عندي مثلا interrupt اللي هو بتاع timer zero overflow interrupt حطيته هنا low. و timer one interrupt حطيته هنا high. يبقى معنى كده ده هيتنفذ قبل ده regardless ان هما priority orders هنا ممكن تبقى ايه ان ده اعلى من ده. فدي هنتكلم عليها في الجزء بتاع priority control. دي بقية الليستة بتاعت ال interrupts اللي موجودة عندنا. هنلاقي طبعا فيها حاجات زي timer four interrupts اللي احنا شفناها. هنشوف مثلا حاجات زي مثلا بنتكلم على بعض الحاجات اللي احنا برضو ممكن احنا نتكلم عليها بعد شوية مثلا في الجزء بتاع ال external interrupts اللي هو interrupt 6 و interrupt 7. هنلاقي كل واحدة من دول حقيقة بتمثل condition معاين لما بيحصل بيبقى ال interrupt اللي قصادها ده بيبقى شغال. كل واحدة زي ما احنا قلنا لها interrupt vector مختلف. لها priority مختلفة. لها pending flag ممكن انا اقراه واعرف انه اذا كان ال interrupt ده جايه ولا ما جايش وكل ما يكون ال bending flag ده بيساوي واحد يبقى ال interrupt ده بيبقى عطول generated في enable flag لو انا كنت عايز ال interrupt ده يبقى شغال بيبقى احط هنا واحد في ال interrupt يعني enable flag دوت. لو كنت عايزه يبقى zero يعني كل ال interrupt enable flags دي كلها ب zero by default اللي عايز اخليه enabled اخليه بواحد وطبع ال priority control اللي بقدر اخلي ال interrupt بتاعي اما high اما low الجزء بقى اللي كنا بنتكلم عليه in the event of two or more simultaneous interrupts or an interrupt occurring while another is being serviced. يعني انا دلوقتي فرضا كان في عندي interrupt شغال انترابت الوقتي ال interrupt service routine بتاعه الريدي بي execute. لو فرضا قالي interrupt تاني وانا بنفس interrupt service routine بتاع انترابت اولين ايه اللي يحصل؟ احنا عندنا الحقيقة هنا في حاجة اسمها fixed priority order وحاجة اسمها two programmable priority levels to schedule the interrupts. الفيكس priority order ده اللي هو له علاقة بالorder اللي احنا كنا كاتبين وهو اول اول column كده اللي كان فيه ارقام اترقامة من اول زير واحد اثنين ثلاثة وهكذا. two programmable priority levels ده اللي كان في اخر column خالص احنا مفروض ان احنا بال بتاعنا ممكن نغير ال interrupts باعتنا نخليها في two levels اما high اما low في الحقيقة كل واحد من interrupts اللي احنا نكلمنا عليها دي كلها ممكن يبقى individually enabled or disabled through two SFRs اللي هي EIE1 EIE2 دي كلها interrupts مع ال interrupts اللي موجود عندنا في الفلسية فباسيكلي عندنا لكل واحد فيهم flag هنا موجود في ال SFRs دي يقول اذا كان ده enabled ولا مش enabled يعني كل واحد من ال interrupts دي ممكن ان انا individual يخليه enabled او disabled بس بالاضافة لكده الحقيقة في عندنا حاجة اسمها global enabled disabled bit في EA اللي هي في ال register ده bit number 7 اللي هي IE bit number 7 دي باسيكلي لو cleared بت disable كل ال interrupts ولو هي SAT يعني بواحد بت turn on all enabled interrupts يعني هي باسيكلي لما انا خليتها بواحد مش معناها ان كل ال interrupts بت enabled لأ ده ال interrupts بس اللي انا حطتها بواحد في ال bits التاعتها اللي موجودة هنا دي هي اللي هتبقى enabled بس عمتا لما تكون بزيرو دي بيت اسابل كل ال interrupts بيخلي ال interrupts كلها مش شغال فعمتا لما يجي enabled interrupts لازم انا انابل ال individual enable bit بتاعت ال interrupt الفلاني دوت وبعد كده في الاخر خالص بعد ما ابتدي اعمل ال initialization بقى انابل global enable bit اللي هي EA ديت EA ديت الحقيقة او كل اللي هو IE 1 اللي هو IE الاولاني ده خالص ده يعني الحقيقة bit addressable فEA دي ممكن اتعامل معها كbit واكلم عليها ان EA بتساوي واحد على طول لو انا بخليها بتساوي واحد اقول EA بتساوي صفر او لما اكون اعاوز اخليها بتبقى كلها disabled فدي واحدة من المزايا بتاعت ان انا اتكلم مع ال bits مباشرة ان انا ممكن ان انا enable أو disable ال interrupts بان انا اتكلم مع ال bit دي مباشرة بدلا ما اعمل masking في الحقيقة بعض ال interrupts ممكن تكون معاقدة شوية اكتر لازم اعمل enabling لبعض الحاجات التانية اللي لاه علاقة بالفنكشناليتي بتاعت ال peripheral بتعملي يعني بتعملي ال interrupts دوت فده basic ده minimum ده المنوم اللي انا بحتاج اعمله يعني بعض ال interrupts ممكن احتاج اعمل اكتر شوية عشان تبقى هي من ال device بتاعتها او من peripheral بتاعتها او من external source بتاعتها دي بقى شغالة بشكل مظبوط طبعا الكلام بكله بي apply على كل ال interrupts معادة ال reset interrupt reset interrupts ده ده يعني non maskable interrupts يعني ما اقدرش ان احنا نوقفه ما اقدرش ان احنا ن turn it off ما اقدرش ان احنا نخليه priority بتاعته قليلة لا the highest priority once and now حصل بreset يعني اكني بريستارت microcontroller from address zero فباسيكلي كل اللي بنتكلم عليه هنا لكل ال interrupts معادة ال reset reset ما فيش اي حاجة cannot be turn it off and always has the highest priority في الحقيقة كل ال interrupts اللي احنا نتكلم عليها دي ممكن ان احنا نعمل لها individual programming برضو لone of two priority levels high or low through an associated priority bit in the sfr's ip eip1 and eip2 يعني عندنا في bit بت enable او ت disable وفي bit تانية عشان تحدد لي واحد من اتنين priority levels يا اما low يا اما high الارقام اللي احنا شفناها في priority order اللي احنا شفناها في table دي بتمثلي priorities المختلفة لو هما في نفس الليفل هما by default كلهم في نفس الليفل مثلا هما low اوكي فالpriority دي موجودة by default لو انا خليت واحد من ال interrupts يبقى معنى كده هيبقى اعلى من اي واحد من الحاجات اللي موجودة في ال low level فدي الحقيقة ممكن ان انا اعملها بحيس ان انا اخلي بعض ال interrupts اللي هي الpriority بتاعتها في normal order قليلة ممكن اخلي الpriority بتاعتها تعلم فباسيكلي ال interrupts اللي بكلم عليها دي او ال priority اللي بكلم عليها دي ال reset value بتاعتها انها cleared فباسيكلي كل ال interrupts بتبقات low priority فباسيكلي ممكن ان انا بال two priority levels دول ممكن اعلاو an ISR to be interrupted by an interrupt of higher priority than the current one being serviced يعني انا ممكن دلوقتي لو انا بنفس في interrupt service routine بتاع low priority interrupt ممكن اسيب interrupt service routine واعمل branching ل interrupt service routine بتاع higher priority interrupt يعني دلوقتي انا مش بكلم ان انا بقى interrupt بقى normal code بتاعي لا دلوقتي انترابت ال interrupt service routine بتاع interrupt of low priority فمعنى كده لو جالي interrupt of high priority حتى لو انا كنت بنفس انترابت service routine بتاع low priority انترابت انا هانترابت ال انترابت service routine دوت واروح اعمل الانترابت service routine بتاع high priority انترابت اللي جالي دوت فباسيكلي احنا متكلم هنا اللي انا بقى انا نعمل انترابت 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 يعني معناها انك انت بتكلم على ان احنا دلوقتي ممكن ان هو وهو بيتنفس ممكن ال high priority انترابت ده يعني ياخذ الكنترول بتاع البرنامج ويروح ينفس انترابت service routine بتاعه لو انا بتكلم بقى ان عندي high priority انترابت لا ده ماينفعش ان اعمل فيه الكلام ده انترابت service routine cannot be preempted يعني ماينفعش ان انا في وسط الـ execution بتاع ISR بتاع High Priority Interrupt ان انا اعمل اي service لاي interrupt تاني حتى لو كان High Priority Interrupt زيه فباسي احنا نتكلم دلوقتي احنا نقدر لو احنا في High Level of Priority بمعنى كده اقدر interrupt Lower Level يعني interrupts وممكن انا اعمل Preemption للـ Interrupt Service Routine ساعة Low Priority Interrupts طبعا نتكلم على وجود دلوقتي نتكلم على انتكلم على معلومات ا tanto تحتاج بحديثات تحتاج عندما تحتاج بحديثات تحتاج لتحركة لتصالبات قد Sekarang يعني عندنا بعض الحاجات ما ندخلش ان احنا نستنى عليها عشان نبدأ نعملها وفي حاجات تانية ممكن نستنى عليها شوية على سبيل المسال في مسالة طيبة جدا نحن عندنا العربية التحرك بالريموت كنتلول عربية الاطفال لاتي امتال الأطفال دي باستيح جدًا عندنا حاجتين ممكن ماك الكنترول يتعامل معه. الكنترول بتاع الموتور والكماند اللي جاياله من الريموت كنترول او جاياله من اليوزر اللي هو بيتحكم في العربية دي. كويس. فالنقطة لو احنا بنتكلم على الكنترول باستعمال تايمير. لو احنا عملنا الكلام ده باستعمال تايمير. فمعنا كده تايمير اوفالفلو انترفت ده ده مهم و لازم يبقى ساتلهاي علشان لو احنا عملنا ممكن الكلام دوت يبوز الموتور دوت. ممكن الكلام ده يبقى يوصل ممكن هي تخلي الموتور ده يبقى دامج. فما قدرش ان انا استنى على ده ان انا ما عملوش او اعملو للسيرفيس بتاعته. في حين انا لو عملت اكشن مسلا بنسبة اليوزر مسلا بيحرك العربية غير بيعمل مسلا وحاجات زي كده او بيخلي العربية تتحرك ناحة اليمينة او راحة الشمال. طبعا اللي قومي بيباوطي جدا. لو انا بتكلم على الحاجات الي زي الموتورز مسلا بتكلم على بتاع الملساكنز اي بيفرق. هنا بالنسبة لليوزر اي بتكلم على الهندردز و ملساكنز ما بتبقاش فرق اوي. فباسيكلي بتكلم لو فيه دليم 100 ملساكنز هنا مش هتبقى فرق اوي بالنسبة اليوزر. انما هنا ممكن تفرق. فهنا انا ممكن اخلي الانترابط دوت يبقى اللي هو بتاع الكي باد اللي هو اي حاجة عموما لها يعني بتشتهلك كهيومة الانتر اكشن ديفايز ممكن تبقى لو برايوريتي لانها فعلا ديلي فيها ما بتفرقش كتير. فباسيكلي ممكن ننفذ ده. وبعد ما نفذها ابقى بعد كده ننفذ الجزء التاني ده مش هيبقى فيه ساعتها اي دامج هيحصل للديفايز دي. ده مثال اللي احنا كنا متكلم عليه قبل كده اللي هو ما بقاش فيه عندي بقى. ده اللي هو الجزء الاولاني احنا كنا المتكلم عليه اللي هو بتاع بيريوريتي اوردر اللي بعد كده اللي هو زيروا واحد اثنين تلاتة وهكذا. الاوردرز دي بتبقى طبعا ثيكت. ودي بتبقى نفس البيوريتي دي بتبقى مينتين لو هم كلهم في نفس اللابل. لو انا دلوقتي ثبت البيوريتي بتاعتهم كلهم زي ما هي الديفولت تنية كلها لو برايورتي. يبقى معنا كده ان الانتر اي بقى يبقى له برايورتي عن ده هو كذا. انما لو انا خليت مثلا فرضا اخر واحد هنا اللي هو ADC0 window comparator ده خليته high priority يبقى اعلى من دول كله هو اللي يتنفذ الاول وبعد كده دول فباسيكلي الpriority دي موجودة ليه بقى لو 2 interrupts جولي في نفس الوقت فباسيكلي اللي هو priority اعلى هو اللي يتنفذ الاول فدي طبعا الحاجة الاساسية انما لما بنبص على لو فرضا انا بعمل interrupt service routine مثلا بتاع الانترابت اللي هو بتاع timer 2 دوت مثلا لو جالي timer 0 interrupt ما يقدرش يخرجني من ده لازم اخلص ده الاول وبعد كده اروح لده انا بتكلم دلوقتي انه هبتدي انفذ في انا واحد لو هما اللي تنسي مالتينيس اللي جايين انما وانس التاليت في واحد لازم اخلصه الاول وبعد كده ارجع تاني بعد كده اشوف اللي موجود بعد كده ايه وانرفزه فبنتكلم على ان احنا دلوقتي ما نقدرش ان احنا within نفس الpriority ان احنا نعمل preemption لانترابت سيرفرس روتينز ما نقدرش ان احنا ننفذ او ناخد كنترول بتاع البرنامج من الانترابت سيرفرس روتين ده يروح الانترابت سيرفرس روتينز تاني الا في حالة بس لما يكون عندي واحد هاي واحد لو واحد هاي بريامت اللو انما العكس حتى ما ينفعش كمثال الpriority example اللي كنت باكلم عندي من شوية في عندي نفس المثال اللي كنت باكلم عليه في الاول في عندي اللوتسل دي مفروض ان انا ما يحصل ان هي مثلا توصل لليفل معين ممكن ان انا لازم عمل لها على طول يعني وانا يبقى في مشكلة مسلا هنا ممكن يبقى فيها حاجة لديت للسيفتي وفي عندي هنا كيبورد مسلا بتبتدي بعد كده تعملي مسلا انتر اكشون بالنسبة للجهاز اللي انا بشتغل عليه هنا فباسيكلي لو انا استنيت على الانترابت دوت لغاية لما هاندل الانترابت بتاع الكيبورد ده ممكن يبقى في حاجة فيها خطورة هنا فانا ممكن البروجرام الانترابت بتاع اللوتسل دوت يبقى تبقى فبالتالي اضمن مئة في المئة لو جال الانترابت ده في اي وقت حتى لو كان انا بنفس بتاع الانترابت دوت ده هيتنفس فورا ودي الحاجة الاساسية اللازم اخدها في اعتباري في الكريتيكال اللي بتبقى لها علاقة بالسيفتي او لها علاقة بالجزء بتاع ما يبقاش في اي جزء في الهاردوير نفسه يتعرض لخطر او ما يبقاش مسلا في حاجة ممكن يبقى فيها مشكلة بالنسبة للأوباريشن بتاع البروجيك بتاع زي ما كنا قلنا برضو ان في عندنا لكل واحد من الانترابت فيه حاجة اسمها انترابت باندينج فلاج زي ما كلنا منتكلم على التايميرز كان في عندنا تي اف زيرو بتتريجر انترابت بتاع تايمير زيرو وتي اف وان كان بتتريجر انترابت بتاع تايمير وان واكذا ناخد فاعتبارنا كويس قوي انحنا دلوقت لما بنخش قول انترابت سيريس روتين بعض الفلاج ممكن تبقى اوتوماتيك بس عادةً حقيقة بس عادةً يعني الحاجة اللي كنت قلت عليه عبل كدا إن دلوقتي لو أنا كان TF0 بتسوي واحد وروحت نفس الـ Interrupt Service Routine ورجعت لقيتها تاني بتسوي واحد هفتكرني فيه Interrupt تاني يجيه فهروح نفس الـ Interrupt Service Routine تاني وهكذا أفضل أخش بقى وأطلع من الـ Interrupt Service Routine من غير ما يكون فيه Interrupt G فالحقيقة مفروضة اللي يتعامل إن أنا جوه الـ Interrupt Service Routine بتاعي A Clear TF0 لأن كده ده Source of Interrupt بتاعي أو الـ Interrupt Pending Flag بتاعي فلازم أعمله Clearing عشان لما أطلع ولقيه بواحد يبقى عرف إن أنا دلوقتي جالي Interrupt جديد إنما لو خليته بواحد يبقى أنا كده مبقاش عارف إذا كان هو ده الـ Interrupt القديم ولا الـ Interrupt الجديد فدي طبعا حاجة مهمة قوي الـ Interrupt Pending Flag بقى Whatever هو إيه حسب كل الـ Interrupt طبعا بيبقى لقى Interrupt Pending Flag بتاعه يستحسن أول قطوة خالف في الـ ISR في الـ Interrupt Service Routine إن أنا أكلير الـ Interrupt Pending Flag دي نخليها هابت كده جود هابت إن إحنا نعملها في الـ Programming بحيث إن إحنا نبقى متأكدين 100% إحنا لما نرجع ما يبقاش فيه يعني confusion إن الـ Interrupt Pending Flag بواحد ما يبقاش عارفين إنه هو كان جاي من الـ Interrupt الأصلي ولا جاي من الـ Interrupt تاني بعد الـ Interrupt الأصلي فباسيكلي ده الكلام اللي كنا بقوله هنا إحنا إذا الـ Interrupt Pending Flag remains set impediment قليل ذلك اللي قليلها لو كان عندي كل الانترابات كانت كلها ديسابلد هو بقى حقيقي الانتراب بنتي بيبقى جنريتد برضو بيبقى بواحد برضو لما يكون فيه انترابت كندشن فساعتها بقى يعني ممكن ان انا ابص عليه انا باي صوفتوير يعني انا اتشيك عليه كده اكني مثلا فرضا منبه مثلا كنت اعمله على سايلنت يعني ما بيعملش صوت انا ممكن انا كل شوية ابص على منبه بتاعي اشوف اذا كنت وصلت الوقت اللي مفوض اصحى عنده وصحة مثلا او مفروض الوقت اللي اعمل فيه condition معين او لما اوصل عنده اعمل condition دوت فطبعا يعني كون ان هو ما بعملش generation لانترابت مش معناه ان هو ال value بتاعته بتتغير لا هو actually بيبقى له نفس ال value لما ال condition بتاع ال overflow او بتاع واتبقى condition بتاع الانترابت هو ايه بيبقى دايما بيبقى بواحد في ال condition دوت ويبقى zero otherwise في عندنا بقى مجموعة من external interrupts اللي هما slash int zero slash int one فيه اتنين منهم اللي هما الاتنين دول بيبقوا دايما موجودين عندنا في يعني على output بتاعنا يعني موجودين على external pins موجودة عندنا على microcontroller وactually ممكن يبقى allocated وassigned by the crossbar في اي واحدة بقى من p0 لغاية p4 زي ما احنا شفنا في crossbar وممكن نعملون configuration بbits بتاع tcon0 و tcon1 هي it1 it0 it1 والانترابت بتاعهم ممكن يبقى enabled ب ie0 ie1 اللي موجودين او ie0 اي 1 دول الانترابت ببنديك فلاكس بدوعه وممكن يبقى enabled ب ex0 ex1 الموجودين في ie1 اللي هو الانترابت enabled sfr فبسيكلي ممكن احنا نخليهم الحاجات الانترابت الجاية من بره دي ممكن يخليها level activated اللي هو لما ينزل low يعمل انترابت او transition activated negative edge يعني بسيكلي ممكن يبقى لما يكون zero يعمل لنا انترابت regardless بقى ان هو يعني zero دوت يعني حتى الفترة طويلة zero طول ما هو zero هيعمل لنا انترابت transition معناها لما يتنيع من 1D0 لما يبقى فيه negative edge هي دي لتعمل لنا انترابت لو انا عملت ال edge اللي هي من 1D0 فضلت zero بقى يعني forever مش هحصل انترابت تاني لازم اطلع فوق تاني واحد وانزل zero عشان يحصل الانترابت في ايه في ال edge triggered interrupt طبعا هي ال edge interrupts هي اللي مور كومن ال level interrupts مهياش very common حقيقة ومهياش يعني استعمالاتها مهياش برضو ايه مهياش كتيرة زي استعمالات ال edge او transition activated interrupts فباسيكلي ممكن احنا يعني حكاية اللي هي ال edge او ال level دي حسب ال application طبعا لان مفوض دي حاجات بتانترفيس مع external events فحسب external event ما هو جاي ممكن بعض external events تشترط ان هو يكون level activated ممكن بعض external events تشترط ان هو يكون edge activated ممكن طبعا يكون ال edge اللي هو مطلوبة في ال interface اللي بره دوت ممكن تكون positive edge فساعتها لازم احط مثلا حاجة تعمل inversion مثلا للحاجة اللي داخلها دي بحيس انها في الآخر تدين negative edge جوه ال mic controller فطبعا الجزء بتاع external interrupts ده بيعتمد على interfacing مع external devices وطبعا بيبداخل فيه شوية يعني glu logic كده يعني شوية اللوجيك اللي هو بيبقى بين ال device دي وبين الحاجات ال devices ال external بحيس يعمل matching للاتنين يبقوا ويعني compatible مع بعض ده مثال لل interrupt pending flags احنا كنا تكلمنا عليه قبل كده اللي هو tcon ده اللي شفناه في ال timers timer 0 timer 1 بالذات كعندنا هنا tf0 اللي هو timer 0 overflow flag وكعندنا هنا tf1 اللي هو timer 1 overflow flag بيبقى فيه عندنا هنا برضو في tcon ده موجود عندنا external interrupts flag اللي هو بتاع interrupt 1 interrupt 0 interrupt external interrupts flag فده الاتنين دولا ما بتشك عليهم بقعرف اذا كان interrupt لو external interrupt 0 أو external interrupt 1 كانوا enabled ولا مش enabled هنا لما ببرمج it0 و it1 هنا بقى ببرمج interrupt 0 مثلا هو يكون يعمل level trigger لو كان 0 أو edge trigger لو كان 1 ونفس الكلام بالنسبة لل interrupt 1 فيه عندنا الحقيقة two more external interrupts اللي هما interrupt 6 و interrupt 7 هما اسمهم كده الحقيقة رغم انه فيش خمسة والاربعة والثلاثة يعني متكلم على هما اسمهم كده هما متسمين كده الحقيقة علشان هما connected لبورت pins P3.6 و P3.7 فهما interrupt 6 بيبقى في pin 6 بتاعت بورت 3 و 7D بورت pin 7 في بورت 3 فممكن يبقوا يعني generated او ممكن يبقوا مستعملين ك inputs for the other two external interrupts اللي هما interrupt 6 و interrupt 7 دول الحقيقة edge sensitive وكان بي configure to trigger on a positive or negative edge يعني دول بقى ممكن انا اتحكم فيهم مش داي interrupt 0 interrupt 1 كانوا negative edge بس لا دول ممكن اعملون programming هما يبقى positive بس actually ما ينفعوش يبقى level يعني دول اول حاجة edge edge بس ما ينفعوش يبقى level بس سامحين لل edge بقى ممكن تكون positive او negative edge هنا بيبقى برضو عندنا interrupt pending flags مختلفين شوية بيبقى حاجة اسمها P3IF register فباسيكلي ده ممكن هو يعني برضو يبقى فيه المعلومة ان اذا كان interrupt ده جايه ولا ما جايه وده بيبقى فيه configuration bits بتاعت edge sensitivity اذا كان positive ولا negative وفي نفس الوقت لما بيحصل active edge اللي انا عمل لها programming سواء positive او negative بيبقى فيه corresponding external interrupt flag اللي هو IE6 or IE7 بيبقى set to logic 1 وبالتالي بيحصل بعد كده interrupt generation لو انا كنت عامل enabling لل interrupt ده فباسيكلي بنتكلم على ان طبعا كل واحد من دول بيبقى external interrupt برضو جايه لي من بره وطبعا برضو زي ما كنت بكلم في interrupt zero interrupt one لازم ان انا ابص على interrupts دي هيشتغلوا ازاي يعني وعلاقتهم للحاجة اللي انا بحاول انترفيس معاها member فده ال register اللي هو فيه كل ال control بتاع interrupt six و interrupt seven فهلاقي ان فيه two flags اللي هما interrupt pending flags بتاع six و بتاع seven موجودين وفيه هنا ال edge configuration بتاع seven و ال edge configuration بتاع six هنا لو حطتها ب zero معنى كده بكلم على falling edge لو واحد تبقى rising edge وبالتالي نفس الكلام هنا بالنسبة ل seven هنا لما يكون فيه عندي zero يبقى معنى كده ما فيش interrupt بواحد يبقى معنى كده فيه interrupt انا برضو لو عندي حتى كل interrupts بتاعتي كان disabled ممكن ابص على ال flags دي واعرف اذا كان فيه interrupt ولا ما فيش interrupt بيستعمال بقى pulling pulling معناه انا افضل كل شوية ابص كده اشوف اذا كان ال flag ده بقى بواحد ولا لا هنستخرى دلوقتي مع بعض the sfr or the special function registers الى associated مع interrupt operation اول واحد فيهم الحقيقة هو interrupt enable في مجموعة من interrupt enable registers actually ده اول واحد فيهم وكل واحد من دول هو في مجموعة من interrupts احنا تكلمنا عليها لو احنا حطينا في في ال bit اللقصاد مثلا ET2 ده مثلا واحد يبقى معنى كان انا بقى interrupt request بتاع timer overflow بتاع اتنين timer 2 overflow لو خليتها بZero يبقى timer operation او timer 2 interrupt ده بيبقى disabled وهكذا بنسبة البقية ال interrupts التانية في هنا في IE بالذات يعني في interrupt enable flag او enable all flag او enable all interrupts flag دوت اللو الاي اي دوت ده لو حطيته بZero بيبقى كل ال interrupt sources بتبقى disabled ده global interrupt enable فمعنى كده لو انا مثلا كنت عادي اشغل interrupt zero يبقى خلي ال bit دي اللي هي ET0 دي بتساوي واحد ولازم اخلي ال EE كمان بتساوي واحد لو انا خليت دي بتساوي zero يبقى معنى كده الواحد اللي هنا ده مش هيفر معايا خالص ده تاني واحد من ال interrupt enable registers برضو في مجموعة يعني تمانية من ال interrupts الموجودة عندي برضو بكل واحدة فيهم لما بحطها zero بتبقى disabled لما بحطها واحد بتبقى disabled دي بقى individual ما هيش global الموجودة واحدة بس في الايه اللي هي ال interrupt enable register اللي هو bit number seven برضو ال register ده اللي هو EIE2 هو زي EIE1 وده ال EE اللي احنا شفناه في الاول خالص كلهم الحقيقة فيهم برضو مجموعة من interrupts مجموعة كبيرة من interrupts بمحتاج لها عدد من ال register عشان يبقى كل واحد لو individual bit نقدر ن enable أو disable دي ففي برضو عندنا هنا برضو مجموعة من interrupt sources ان احنا برضو هنا ممكن نحط قصادها هنا ياما zero ياما واحد لو عايزها disabled بحطها zero لو حطها واحد تبقى enabled طبعا نتذكر ان ال interrupt enable flags دي كلها بتبقى initially كلها zero يبقى معنى كده كل ال interrupts بقى initially by default كلها disabled الجزء بتاع ال interrupt زي ما قلنا كل واحد من ال interrupts individually ممكن نحطه ياما في low ياما في high priority by default ال interrupt priority بتاعت كل ال interrupts يتبقى low priority فهنا بقى في عندنا مجموعة من ال interrupt priority registers دي بتبقى تقولي ان كل واحد من ال interrupts اللي كانت موجود عندي قبل كده زي مسلا timer zero interrupts زي timer one interrupt زي timer two interrupt احنا شفناهم قبل كده كل واحد من دول هل يبقى low priority ولا high priority هم كلهم by default low لو انا عايز واحدة فيهم تبقى high priority يبقى معنا كده ااجي في البيت المقابلة لها في ال register دوت احطها هنا بواحد ده برضو نفس الحكاية بنكمل برضو عندنا عدد من كبير من ال interrupt sources فبرضو كل واحد من دول لما بحط ال value بتاعته اللي هي default value zero يبقى معنا كده هو low priority لما بخلي ال value بتاعته تبقى واحد يبقى معنا كده بقى high priority برضو EIP2 هو برضو في تكملة ال interrupt sources اللي احنا عندنا عدد كبير زي ما قلنا من interrupt sources فبالتالي هنا بنستكمل دول لما بحط تاني zero بيبقى معنا كده ال interrupts وواحد معناه ان هو بيبقى high priority في الحقيقة المحاضرة دي تعرضنا الموضوع ال interrupts يعني مع الجزء بتاع ال timers ممكن نبتدي بقى نعمل تجارب على الاثنين مع بعض احنا ممكن نكون في ال timers الحقيقة نعمل operation لل timer مغير ما نتعرض لل interrupts خالص نشتغل pulling يعني تشيك على ال flag نفسه اذا كان بواحد او هلا مش بواحد دلوقتي بقى ممكن احنا نcombine الجزء بتاع ال timers مع جزء بتاع ال interrupts عشان نعمل برنامج ممكن هو يشتغل كتائمر ولما يخلص يعمل لنا بعد كده ال interrupts بحيث ننفذ operation معين فده طبعا ممكن احنا بيها لو احنا بنعمل برنامج مثلا بيعمل generation wave form مثلا واحد و zero مثلا يعني حاجة بت يعني حاجة زي square wave كده ممكن ال sub routine بتاعنا او ال interrupt service routine بتاعنا يبقى basically بيفليب او بيعمل toggling لل logic level اللي موجودة على output pane معينة بحيث يعمل لي كل مرة يا اما واحد واحد تبقى zero يا اما zero تبقى واحد واحط انا بقى في ال timer بتاعي احط مثلا حاجة تبقى auto reload والauto reload ده بقى بال timing value اللي انا عاوزها وبي generate interrupt هو اللي بيعمل لي بعد كده execution للجزء اللي بيطالع على ال wait form ده فالحقيقة الحاجات بتاعت ال interrupt دي الحقيقة مستعملة كتير جدا في practical operation بتاع microcontrollers واقدر اقول ان هي مع ال timers هما اللي اتنين اهم جزئين الحقيقة يعتبر يونيك في ال microcontroller وهما اللي بيدوني فعلا strength بتاع ال microcontroller في applications كتير موسيقى 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 موسيقى